أنا قبل ما سافر من السعودية إلى مصر بعد ما اشتغلت فترة يعني وشرفني الله بخدمة بيت من بيوت الله المهم يعني قبل ما أرجع وكان مطلوب إني أرجع في وقت سريع جدا فقلت أول شيء أعمل إيه فكرت في أمرين الأمر الأول قلت ألحق بسرعة أعمل عمرة فلم يقدر الله لي لسبب أو لا أخر المهم قلت طيب الأمر الثاني أروح لشيخنا بقى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فاطلع تجاري على الشيخ قلت له يا شيخنا قدر الله ما شافع الوضع كذا كذا وأنا سأسافر غدا إلى مصر إن شاء الله تعالى وأصرت أن أبل ما سافر أجل حضرتك عشان تنصحني أعمل إيه ماذا أصنع والله يا أخواني الشيخ قال لي كلمات أنا أعجب إلى هذه اللحظة كيف تكلم الشيخ بهذا وكيف بذل الشيخ لهذه النصيحة التي لم تخطر لي أنا شخصيا على بال صور الشيخ قال لي إيه صور حيقول لي خلي بالك من الدعوة وانتبه مثلا لطلب العلم وإياك أن تفرط وكن حكيما كن رحيما إلى آخر هذه الوصايا وإذ بالشيخ يقول لي سكت كثيرا وضع وجهه في الأرض متأثرا ثم نظر إلي وقال أسأل الله أن ينفع بك حيثما كنت وهذه دعوة يعني إن شاء الله ظني أن الله قد استجابها من شيخنا المبارك الرباني قال أسأل الله أن ينفع بك حيثما كنت اسمع اللي جايباه نصيحة ونصيحة لك من لم تستطع أن تكسبه للدعوة فحيد فهمت دي؟ فهمتها دي؟ من لم تستطع أن تكسبه للدعوة فحيد خليه على الحياد ما تخلوش عدوا لك ما تخلوش عدوا للدعوة ما تكثرش من أعداء الدعوة شايف نصيحة العالم شايف وصيحة العالم فحيد فما تكثروش أعداء الدعوة يا شباب قال أهواني لازم أبقى عن طرد شداد فرد سدري وقبل الفتن لا ده غلط ده غلط محدش قال كده